مرحباً، هذا السؤال دائماً يوصلني أنا دائماً أعيد الإختبار وأرجع أرسل مرة ثانية ما عارف وين المشكلة وإيش الحل قبل ما أجاوبك أسألك هل أنت سألت نفسك؟ ليش رسبت بالمرة الأولى؟ هل حتجلس معاك ووراك أخطائك والمشاكل الممكنة؟ أو أنت حللت أخطائك؟ يعني قبل ما تروح وتقدم على الإختبار مرة ثانية وتخسر مبالغ لازم تعرف أخطائك حتى تعرف تتفادها هل كان نقص بعدد الكلمات؟ هل كان عدم التركيز على بعض الأسئلة؟ هل كان عدم إكمال ورقة الإجابة؟ هل كان التسليم بعد الموعد؟ هل كان مطلوب تسلم ملف بنسخة PDF وأنت سلمت وورد لأن هذا خطأ شائع؟ إيش كانت المشكلة؟ قبل ما تروح وتخسر فلوس مرة ثانية أعرف خطائك واجه نفسك اعترف بالخطأ يعني لا تلعب دور الضحية ليس من مصلحة أحد ليس من مصلحة أحد أنه يرسبك صير أخطاء أحياناً لكن على الأغلب هناك مشكلة عندك صححها قبل ما تكرر المحاولة وإن شاء الله تنجح بالمحاولة القادمة شكراً لكم وبالتوفيق للجميع شكراً لكم